ويحدث في العالم دلوقتي في عالم التنس انه بقى في الرياضية لعبة التنس المصرية الاولى اللي بقت موجودة على خريطة الاربع الكبار الاربع بطولات الكبار للتنس في العالم بنشوفها وبنتبعها ما حصلش قبل كده انه كان فيه لعبة تنس مصرية توصل انها تبقى موجودة في الدايرة دي لكن مار بقت موجودة فيها ما توفقتش النهاردة لكن زي ما انا قلت لها واقول لها راكم قلت كلام ده على التليفون اول مرة كنت معنا في التليفون على التليفون المرة اللي فاتت بغض ناظر عن النتيجة احنا بنبقى سعداء بيها وفخورين بيها وحتبقى موجودة معانا على طول مايار برحب بيكي وازايك هاي شريف ازايك عامل ايه شكرا على السابورت لا السابورت ايه شكرا على السعادة اللي انت بتسببها لنا والفخر اللي انت بتسببها لنا دايما والله ده شغف لي على طول ان انا هكون شايلة علم بلدي وبلعب في البطولات الكبيرة لزايك مايار انت من اول وده خص النتيجة بتاعت النهاردة انت السنة اللي فاتت وفي كل بطولة بتقولي انا حفضل العب وحاول عشان اوصل للمكانة اللي انا استحقها واضح ان انت الحمد لله معنوياتك ما بتتأثرش حتى لو انت ما وصلتيش السنة دي ولا انا غلطان طبعا يعني التنس لازم لازم ان انا اتسبت الكويس والوحش لو في فترة وحشة عدت علي ان انا ابطل احاول او ان انا ابطل احاول اقوم تاني وتاني لا انا افضل احاول 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 لغاية لما اجيب اخر يعني واخري مش هيجي يوراي ان شاء الله لا اخرك مش هيجي يوراي وانتو عندكو كمان في التنس زي ما بيقولك الكمباك دايما الرياضين الكبار مثلا يوصلوا وياخدوا الاربع بطولات وبعدين يعودوا كم سنة كده محدش مش قادرين يلعبوا ومش قادرين يحققوا نتائج وبعد كده يعملوا الكمباك ده مرة تانية او العودة للأداء مرة تانية صح او انا غلطان بالزبط هو التنس احنا التنس لعبه محظوظة ان احنا كل اسبوع بيبقى فيه بطولة بيبقى فيه مشغولين على طول بالزبط وكمان ممكن سنة تفضل في مكانك وممكن سنة تدخل حتة تانية خالص وسنة توقع فالتنس مش صعب انك تخليك في نفس الحتة على طول او مش سهل انك تفضل طالع 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 كل واحد محتاج وقته محتاج الخبرة بتاعته انه هو يدخل جوه جوه الـ top 100 او الـ top 200 او مكان اللعيب ده فين فيعني انا باخد وقت في المكان اللي انا فيه وانا مبسوطة بالنتاج لنا بعملها بدام بحاوله بدام بلعب قلبي في الملعب وسبت كل الانيرجي اللي عندي في الملعب النهاردة فالحفظ دي انا مضخوطة من نفسي وانا مقتنعا ان في اسبوع من الاسابيع هتوفق وهعمل نتاج كويس قوليلي انا ما بفهمش في التنس غير ان انا بتفرج عليه وبنبسط به وبشجعك يعني انا ما بفهمش في التفاصيل انتي في عشرين عشرين كنتي ها كله تمام واضح ولا هم الكاميرا توقع عادي يعني الكورة خبطت في الشبكة انتي في السنة اللي فاتت كنتي الرانك بتاعك او التصنيف بتاعك 171 في عشرين وعشرين بقيت 114 صح ولا غلط يس صح يعني في السنة واحدة طلقتي من 170 لل114 ايه اللي بيحصل بقى علشان تبقي في المبدان كده نتكلم بالتدريج ايه اللي بيحصل علشان تبقي تدخلي طوب 100 المطلوب طبعا هي قادرة مش سهلة في ناس بتقعد في الحتة اللي انا فيها ديه بتقعد سنين في ناس بتاخد سنة في ناس تاخد سنتين في ناس لعيبة طوب 10 عمرها معدت الادوار التأهلية بتاعة ايه جاند سلام لان الحتة دي مستهل ان انت لازم تتأهل لكل بطولة كبيرة كل ما الرنك بيقل وبتدخلي فيه كل ما المسألة بتبقى صعبة اكتر بالزبط بالزبط وفيه حتة معينة عشان بتتسارها الموضوع بيبقى مش بيبقى سهل يعني في ناس بتعطف المكان ده سنتين تلاتة لغاية لما لما تدخل جول 100 او لما تدخل جول 100 تلاقيها داخل جول 50 اصلا كل واحد على حسب هو محتاج وقت تقدقي على ان هو ياخد خبرة ويتعود على الليفل الليفل بيعلى محتاج تغير افلة في جيمك او في لعبك اللي بيشتغل مع الليفل الاعلى فانا باكد خبريتي وانا وانا زي ما تقول هادية بحاول ان انا احسن من الجيم بتاعي على قد مقدر بس محتاج محتاج شوية خبرة الجيم بتاع النهاردة انت تعلمتي منه ايه او ايه سبب انك مقدرتيش تطلع فيه غالبة طبعا انا النهاردة الفتنس بتاعي وقع انا من خمس اسابيع ومن خمس اسابيع كان عندي كان عندي كورونا للأسف اللي وقع مني النهاردة الفتنس اول يعني الحمد لله انا مبسوطا انا قدرت اوصل النهاردة هذا لما يبقى عندي خمس اسابيع من خمس اسابيع كان عندي كورونا احنا الناس الطبيعية زي حالتنا يعني يقولك انا من ثلاثة شهر كان عندي كورونا ولسه تعبين فالحمد لله الحمد لله اني كدرت يتوصلي والله والله يعني انا 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 بعد اما خلصت الكورونا بعدها في اسبوع كنت بلعب بطولات تانية فطبعا مش سهلة خالص ان انا امانش كل الحاجات دي مفهوم بس بس انا النهاردة خسرت خسرت بحاجة انا كنت بدي كل كل اللي في قلبي في الملعب وبعمل كل الطاقة اللي عندي بس دي حاجة انا مقدرش اتحكم فيها لو اجلي بجعني لو انا تعبانة مش قادرة مش قادرة للأسف وقعت بالضبط المجهود وقعت وقعت فيه في الآخر طبعا فيه فيه كور مهمة انا ما قدرتش ما قدرتش يمكن اخلصها بترع بالزت بالزت في اول ست وده طبعا نقص يمكن ماتشات كتير لان الفترة اللي فاتت ما قدرتش هلعب ماتشات كتير فالحمد لله انا مبسوطة من نفسي والنهاردة انا خرجها من الماتش يعني طبيعي بعد الماتش ما بقضب او منهجة جدا لما بقصر بس انا خرجها بعد الماتش حس ان انا عملت خرجها عارفة انت عملت ايه عملت ايه الصح وارفت ايه المشكلة كانت فين وده ده الدرس المهم بالزبط بالزبط وخرجها خرجها من الماتش بثقة بثقة ازيد من ما ما كنت دخل الماتش يعني أنا خاجة بثقة أنه لو بدلت أشتغل كده وبدلت أشتغل على نفسي أنا هكسب الماضي ده 2-3 لو وصلت الفيتنس بتاعي زي ما كنت من شهرين إن شاء الله إن شاء الله هو الطريقة دي صحيح هو النفسية دي والطريقة دي في التعامل مع الأهداف الحاجات اللي أنت عايزت حقيقية هو ده اللي حيقول لنا أنه مش هجي بأخرك خالص وحجي بأخرك تبقى في تطوك إن شاء الله كل حاجة من عند جبنا إن شاء الله جبنا بسؤال أخير أنت البطولات اللي جاية إمتى أنا البطولات اللي جاية أنا هاخد دلوقتي أسبوع أو أسبوعين تتمغيل لأن أنا اتكلمت مع المدارب بتاعي وقلت له أنا عايز أحط الفيتنس عايزين نرفع اللي أقل بالضبط لأن إحنا من بعد الكورينا ما قدرنش إن إحنا ناخد أي وقت إن إحنا نتمرن كويس فقلت له ده وقت كويس قبل ومبلدن ومبلدن دي جران سلام برضو يعني هلعب أسبوع قبل ومبلدن وبعد كده ومبلدن وديه البطولات اللي جاية إن شاء الله أنت هتبقي معنا على طول وإحنا معاك ومنشجعك ومندعمك على طول برضو ماير شريف والله أنا عايز أشكر كل الناس في مصر الصراحة خدت سافورت النهار ده حتى بعد الفصورة بتجيلي الناس حاسب بيه في الملعب النهار ده قد إينا حاولت بس ما قديتش عايز أشكر كل الناس وكل الإعلام في مصر على السافورت والوزارة والاتحاد واللجنة الأولمبية بجد بجد إحنا بنشكرك أنت زي ما قلتلك كده تخلينا نحس بالفخر ونحس بالسعادة كل خطوة تتقدميها كويس إنك عارفها زي ما قلت بقولك احنا فيه ناس بتبقى عندها أنا عارف ناس عندها كورونا من 13 شهر الغد بيش عارفين خروجوا بالبيت ربنا يديك الصحة والمسابرة كده والإصرار اللي عندك الحمد لله على سلامتك شكرا ونتكلم معك قبل وين بلدون قبل ما تتشيغلي مرة تانية إن شاء الله إن شاء الله